حيث أنه من غير المقبول أن تخذع السلطة التشريعية الأصلية إلى السلطة التنفيذية في خرق واضح في خرق واضح لمبدأ الفصل والتوازن ومن جانب آخر سنعمل على تفعيل استقلالية المجلس إداريا وماليا ومن غير المقبول أن تخذع السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية في خرق واضح لمبدأ الفصل والتوازن بين السلطة زملاء زميلاتي إن هذه الإجراءات وحدها لا تكفي فالمطلوب اليوم مزيدا من الوعي والنأي عن التجاذبات السياسية والارتقاء بالخطاب السياسي وتوجيهه للقضايا التي تهم المواطن وأنا على ثقة تامة من إدراك النواب لدقة المرحلة وما تفرضه الاستحقاقات العاجلة من ضرورة مضاعفة الجهد وإن المجلس الوطني التأسيسي حريص على إتمام مهامه في أحسن سورة حيث أنهت اللجان التأسيسية أشغالها وتم تجاوز العديد من النقاط الخلافية بروح عالية من المسؤولية وبدرجة كبيرة من التوافق وستعرض المزودة الثانية للحوار في الجهات ثم يتم بعد ذلك مناقشة أعمال اللجان التأسيسية في الجلسة العامة وبعد إجراء كل التعديلات المطروحة في النقاش سنمر للقراءة الأولى أمام الجلسة العامة والمصادقة على فصول الدستور فصلا فصلا وهو ما يدفعنا إلى الأمل في أن تتواصل كل هذه الأعمال في إطار التوافق والمجلس الوطني التأسيسي حريص على المصادقة على القوانين الضرورية لهذه المرحلة الانتقالية ونحن اليوم بصدد مناقشة القانون المنظم للهيئة العليا للانتخابات وتبقى أمامنا مسائل حيوية في مقدمتها المصادقة على القانون المنظم لهيئة القضاء العدلي وقانون العدالة الانتقالية وأخيرا وضع القانون الانتخابي لنضع حدا للفترة الانتقالية بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واستعادة الوضع الطبيعي للدولة والسلطات الدستورية الدائمة إن مسألة ضبط رزنامة لأشغالنا تشغل بال الجميع بعضنا يعتبر أن ضبطها منذ البداية كان كفيلا بالتسريع في عمالنا واحترام المواعيد وهو رأي محترم ولكن طبيعة المرحلة وتشعب المسائل المطروحة وسعوبة التكاهن بالتطورات بل بالمفاجآت كل ذلك فرض النسق الذي سرنا عليه أما اليوم وقد اكتسبنا التجربة وتعرفنا على النقاءس فإن كل ذلك يجعلنا قادرين على الاقتراب أكثر فأكثر من الموضوعية وهو ما يضع على عاتقنا مسؤولية تنظيم الحوار بيننا وتشريك كل الأطراف المعنية لوضع رزنامة واقعية لا شك أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستساهم في تدقيقها حالما تتضح معالمها وتنطلق في أعمالها زميلات زملائي منذ عام أقسمنا تحت هذه القبة على القرآن الكريم على سيانة الأمانة وتحقيق أهداف الثورة ونحن لهذا الطريق سالكون ولأماناتنا حافظون إنها مسؤولية عظيمة يجب أن نرتفع لمستواها ونترفع عن كل الخلافات في سبيل إنجاز مهمتنا التاريخية في كتابة دستور تونس الديمقراطية ورسم ملامح المستقبل النير لأجيالنا القادمة فلنتقدم بكل حزم وعزم والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته